اشتركوا في القناة وليس بالجديد على العراق يهدف لإرسال رسالة لدول الجوار برفض وجود الجماعات المهددة للأمن والاستقرار أو خلق التوتر الأمني على الحدود اتفاق يأتي عقب أحداث تكررت على الحدود انتهكت فيها إيران عبر إطلاق حرصها الثوري صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف مسلحين في إقليم كردستان أسفرت العام الماضي عن مقتل 13 شخصا وهو ما ساهم في خلق مؤشر التوتر بين البلدين سيما بعد أن دانت الخارجية العراقية الهجمات التي شاركت بها قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية والتي لم توقف تلك الهجمات أنذاك ردا على إدانة الخارجية العراقية تحذير إيران الجديد وتحديد موعد لنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية حمل لهجة التصعيد في حال عدم التزام العراق بالموعد النهائي لاتفاق النقاط الثلاث بحسب بيان الوزارة الخارجية الإيرانية من وجهة نظر طهران فإن تلك الأحزاب الموجودة في المناطق الحدودية بين البلدين تنفذ عمليات مسلحة داخل إيران في المقابل فإن لسان حال أحزاب المعارضة يتحدث عن تعرضهم للقمع من النظام الإيراني الأمر الذي أجبرهم على مغادرة البلاد ورغم مشاركة ذلك الأحزاب المعارضة الجيش الأمريكي في مواجهة خلايا داعش الإرهابي إلا أن خبراء أمنيون يرون ضرورة فرض الاستقرار في المناطق الحدودية لما للعراق مصلحة في تحقيقه كما لإيران